اهلا بكم المراجعة تستلزم التركيز النشاط والقوة عناصر مصدرها التغذية لكن كيف لنا أن نوفر التركيز النشاط والقوة خلال ساعات الصيام خاصة بالنسبة للمقبلين على امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا فترة الصيام تمتد لأكثر من 15 ساعة فما هي الأطعمة المفيدة وكيف يتم تنظيم الوجبات حتى يستفيد الجسم منها ومتى يكون المخ في أقصى قدراته للاستعاب خلال فترة الصيام الأغذية المفيدة وتنظيم ساعات النوم هما مفتاح الإجابة خلال شهر رمضان يجب تناول الأغذية المفيدة في الوقت المناسب حتى يستفيد منها الجسم يستحصن الإفطار على التمر وأخذ وجبة متوازنة غنية بالبروتين والابتعاد قدر الإمكان عن الدهون لماذا؟ لأن الاكتار من الدهون وتناول وجبة ثقيلة يشعر بالانتفاخ الأمر الذي لا يساعد التلميذ بعد ذلك على المراجعة ينصح المختصون بشرب الكميات اللازمة من الماء والعصائر الطبيعية بين الإفطار والصحور لتفادي الجفاف وخاصة تفادي الصداع أثناء المراجعة تأخير وجبة السحور سنة حميدة تساعد التلميذ على تعويض وجبة الفطور الصباحية ينصح بتناول الأطعمة بطيئة الامتصاص التي تمد الجسم بالطاقة التي تمكن من المراجعة فيما بعد نجد هذه الأطعمة في القمح، الشفان، العدس، الدقيق الكامل ومختلف الحبوب والبقوليات من بين الأغذية ذات الفائدة التقوية التي تساعد على استذكار المعلومات والتركيز نجد المكسرات التي تحتوي على العديد من الأحماض الأمينية كما يحتاج المخ إلى زيت الأوميغا 3 والذي نجده بالأسماك وزيت الزيتون تعمل الفيتامين سي على تنشيط الجسم لذلك يستحسن تناول البرتقال أو اقتناء كابسولات الفيتامين المتواجدة بالصيدليات ينصح باستبدال الحلويات كالزلبية وقلب اللوز بالفاكهة كالتمر، الموز، والتفاح لاحتوائها على الألياف ما يحمي الطلاب من الإصابة بالإمساك إلى جانب التقوية المناسبة والصحية يؤكد المختصون على ضرورة الاهتمام بساعة النوم لأن أغلب الناس لا يحترمون ساعات النوم اللازمة للجسم خلال شهر رمضان الأمر الذي يدعو المختصون إلى تفاديه خاصة بالنسبة للمقبلين على الامتحانات قلة ساعات النوم تؤثر على مردودية التلميذ أثناء المراجعة كون الدماغ ينشط بشكل كبير أثناء النوم مما يعني أن الوقت الذي ينام فيه التلميذ المقبل على الامتحان ليس ضائعا بل يمكن الاستفادة منه في حفظ وتخزين المعلومات بالذاكرة أشارت دراسة بريطانية نشرت في مجلة دايلي ميل أن المراجعة قبل النوم مباشرة تساعد التلميذ على استحضار المعلومات وأن النوم يضعف فرص تذكر المعلومات كما ينصح المختصون التلميذ أن لا تتجاوز مدة المراجعة الـ 45 دقيقة لأن المخ لا يستطيع التركيز بعد هذه المدة ويستحسن أن يتم الفصل بين الجلسة والأخرى بفترة استراحة لا تقل مدتها عن 10 دقائق خلال فترة الصيام يجب التقليل من المجهود البدني واستغلال الوقت في الراحة لعدم الشعور بالعطش وبالنسبة للمعتدين على ممارسة الرياضة فيحبّد أن يترك ذلك لفترة ما قبل الفطور مباشرة إذا كان أولادكم مقبلون على اجتياز الامتحانات أو كانوا أثناء فترة المراجعة فتأكدوا من تناولهم لوجبة الصحور التي تمدهم بالطاقة اللازمة واحرسوا على تحضير الغذاء الصحي المتوازن الذي ينفعكم طيلة ساعة الصوم صحف توركم وتبقى صحتكم بخير ترجمة نانسي قنقر